الآيك أقف عند الآيك الأول يعني إيه؟ الاسم الآيكة أو الآيك هي مجموعة الشجر المتداخل وده ممكن يبقى العنوان صعب شوية قديم شوية لكن هو بيوصف بالضبط طريقة تداخل أولاً الموضوعات من حيث هي موضوعات ظواهر عمرة، ظواهر رأس شرقي طعام كل تقريباً الموجودات اللي بيتعامل معها الإنسان من خلال حواسه فده تشابك الموضوعات ده معنى الآيك فيه تشابك تاني كمان تشابك طريقتي في الكتابة يعني فيه تأمل فيه مثلاً رصد للظاهرة في كتابات أو في رسوم أو فيه تمثيل أو فيه أحداث يعني مختلفة ماشي إلى جانب الحكاية يعني أنا لا أتخلى في الآيك عن شخصيتي ككاتب رواي فهناك الحكاية المكتملة في كل فصل عن يعني متعلقة بهذا الفصل التشابك ده الحقيقة هو موجود في حياتنا بشكل كبير جداً ويمكن ده من ضمن الأسباب أكيد اللي نجحت الرواية لأنه الحقيقة أنه إحنا فعلاً أحياناً بتتلخبط الدنيا عندنا ما بين اللي بيفرحنا وما بين اللي بيزعلنا وما بين اللي بيخلينا متشوقين أكتر لبكرة وما بين اللي بيخلينا بنحن للي فات يعني التشابك ده واللخبطة دي موجودة في حياتنا بس حضرتك شرحتها إزاي ولو تكلمنا عن الفصول يعني ابتدتها إزاي وقفلتها إزاي شوفي هي الكتابة حرة يعني ده هو الآيك كان بداية خط في كتابتي يعني أنا بكتب الرواية بكتب القصة وبكتب النص المفتوح ده الآيك تقريباً كان بداية ظهوره يعني فعلاً يعني أول حالة في الكتابة العربية الحديثة تتعامل مع الظواهر فلسفياً ونفسياً وهذا الانسياب في الكتابة الانسياب الحر في الكتابة لو حبيت أقرب الآيك من نمازج عربية قديمة فيه الإمتاع والمؤانسة لأبحيان التوحيدي فيه الأغاني للأصفهاني اللي هو كان بيحكي حكاية وحكاية بيت الشعر وحكاية عن الجارية والمغنية والأنساب وكل هذا التداخل موجود في طراصنا العربي انقطع إلى حد كبير جداً أنا عندما كتبت يعني كنت مستند تقريباً على لأنه كل كتابة هي بنت كتابة يعني في النهاية يعني ما يميز الإنسان هو الكتب عن غيره من المخلوقات تتراكم المعرفة من خلال الكتب فأنا كان في استناد ل كنت مستند تقريباً